بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في هذه الحصة إن شاء الله درس جديد في مادة أرياضيات لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي الحساب بتماع صفحة 9 و 6 وسنتعلم في هذه الحصة طريقة جديدة للحساب إذن لدينا أولا الجزء الأول أكتشف مصار لسباق الدراجات طوله 340 كيلومتر في اليوم الأول قطع المتسابقون مسافة 125 كيلومتر وفي اليوم الثاني قطع مسافة 115 كيلومتر لحساب المسافة المقطوعة في اليومين معا اتبع زكريا هذه الطريقة إذن هنا نحاول أن نفهم أولا ما جاء في الوضعية قال لنا مصار لسباق الدراجات طوله 340 كيلومتر جيد لدينا في اليوم الأول قطع المتسابقون مسافة 125 كيلومتر هنا لدينا في اليوم الأول قطع مسافة 125 كيلومتر لدينا في اليوم الثاني وفي اليوم الثاني قطع مسافة 115 كيلومتر هنا ما جاء في الوضعية قال لنا لحساب المسافة المقطوعة في اليومين معا في اليوم الأول واليوم الثاني اتبع زكريا هذه الطريقة أولا وضع 125 زائد 15 أو زائد 115 إذن العملية التي قام بوضعها لدينا 125 زائد 115 كم يساوي إعتراء هنا لم يضع العملية عموديا ويبدأ بالحساب لا بل اتبع طريقة أخرى هذه الطريقة قام أولا بتفكيك العدد 125 في الورقة المسودة يساوي 100 زائد 20 زائد 5 تفكيك العدد الثاني 115 تفكيك العدد الثاني يساوي 100 زائد 10 زائد 5 أحسنتم إذن هنا قام بتفكيك العدد الأول والعدد الثاني إذن نتبع الآن ونحاولوا مع بعض نفهم طريقة زكريا أكثر لدينا 125 زائد 115 يساوي كم قام بوضع هكذا هذا الرمز أقول قوس فتح القوس الأول جمع المئات مع بعض 100 زائد 100 قام بجمع المئات أولا ثم وضع هكذا وضع زائد ثانيا قام بجمع العشرات مع بعض 20 زائد 10 20 زائد 10 بعد ذلك جمع الوحدات مع بعض زائد الوحدات مع بعض 5 زائد 5 جيد ثم ماذا فعل هنا؟ لدينا 125 زائد 115 هنا لدينا الخطوة الأولى الخطوة الثانية جمع المئات أولا 100 زائد 100 كم يساوي؟ 100 أضيف لها 100 أخرى يساوي مئتان جيد أضع زائد ثم لدينا 20 زائد 10 كم يساوي؟ 20 زائد 10 يساوي كم؟ يساوي 30 جيد ثم ماذا لدينا؟ الوحدات مع بعض 5 زائد 5 كم يساوي؟ ويساوي 10 نكتب هنا زائد هكذا الخطوة الموالية التي قام بها لدينا 125 زائد 115 ماذا يساوي؟ جمع المئات مع العشرات المئات مع العشرات هنا لدينا الخطوة الثالثة المئات مع العشرات 200 زائد 30 ويساوي 200 وثلاثون نواصل وضع زائد هكذا وكتب هكذا زائد عشر ثم لدينا الخطوة الأخيرة 125 زائد 115 نجمع الآن لدينا 230 زائد 100 زائد عشر 230 أضيف لها عشر ويساوي 140 إذن هنا لدينا المسافة المقطوعة في اليومين معا وجدناها كم؟ وجدناها 240 كيلو متر إذن هذا فيما يخص الجزء الأول لاحظوا معي هذا فيما يخص الجزء الأول لدينا الخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة ثم لدينا النتيجة لدينا الجزء الثاني اعتمد طريقة الزكريا لحساب المسافة المتبقية لبلوغ خط الوصول إذن الآن ماذا وجدنا؟ وجدنا المسافة المقطوعة في اليومين معا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وجدناها كم؟ 240 كيلو متر قال لنا هنا اعتمد طريقة زكريا لحساب المسافة المتبقية المسافة هنا المسافة المتبقية لحساب المسافة المتبقية لماذا؟ لبلوغ خط الوصول نحن نعلم الآن أن طول المصار هنا مصار هذا المصار طوله كم وجد؟ قال لنا مصار لسباق الدراجات طوله 340 كيلو متر طوله كم؟ 340 كيلو متر قلنا نحن المسافة المقطوعة في اليومين 240 كيلو متر ما هي المسافة المتبقية هنا للوصول إلى خط النهاية؟ إذن هنا ما هي العملية المناسبة أولا التي أضعها؟ أضع عملية جمع ما أضع عملية طرح؟ إذن في هذه الحالة إذا وجدنا هكذا أضع عملية طرح 340 ناقص 204 كم يساوي؟ إذن فيما يخص الوضعية الإدماجية وكيف شرح نفهم الوضعية الإدماجية أكثر؟ مديتكم سابقا درس أو حصة حول حل الوضعية الإدماجية ستجدون الرابط في صندوق الوصول إذن إذا وجدنا هكذا يعني هنا 240 أضيف لها كم حتى أتحصل على 340 أضع العملية المناسبة لإيجاد هذا العدد أضع عملية طرح إذن الآن مطلوب مني أن نعتمد على طريقة زكريا في الحساب هل أضع عملية عموديا؟ لا نعتمد على طريقة زكريا أولا زكريا يبدأ بتفكيك العدد الأول وتفكيك العدد الثاني لدينا هنا 340 أقوم بتفكيك يساوي كم؟ يساوي 300 زائد ماذا؟ زائد 40 جيد تفكيك العدد الثاني مئتاني وأربعون نقوم بتفكيك العدد الثاني أيضا يساوي 200 زائد أربعون أحسنتم هنا زائد سفر عدد أضيف له سفر أو لا أضيف له سفر يبقى كما هو إذن هنا في الورقة المسودة نقوم بتفكيك العدد الأول العدد الثاني الآن نبدأ بالحساب 200 أو 300 لدينا 340 ناقص 200 و40 كم يساوي؟ هنا نحوس على المسافة المتبقية إذن نعتمد على طريقة زكريا لدينا عملية طرح هنا لدينا ناقص إذن أطرح المئات من المئات أول أطرح المئات من المئات نفتح قوس هكذا المئات يعني مع بعض 300 ناقص 200 هذا الرمز في الرياضيات يسمى قوس أقول هكذا نفتح القوس أغلق القوس هكذا ثم بعد ذلك ماذا أطرح؟ لدينا هنا ناقص بعدما أغلق القوس أضع زائد نعم لدينا ناقص لكن طريقة زكريا هكذا يضع زائد هكذا نفتح قوس آخر وأطرح الوحد العشرات من العشرات أطرح العشرات من العشرات 40 ناقص 40 إذن هذا فيما يخص الخطوة الأولى نواصل مع الخطوة الثالثة الثانية الآن ماذا سنفعل؟ نطرح المئات مع بعض 300 ناقص 200 كم يساوي؟ ويساوي 100 جيد أضع زائد هكذا أطرح العشرات من العشرات 40 ناقص 40 كم يساوي؟ ويساوي 0 جيد إذن 340 ناقص 200 و40 يساوي 100 زائد 0 100 زائد 0 كما نعلم يساوي 100 إذن هنا لدينا لدينا أنجز أحسب بتماع مطلوب مني الحساب هنا بتماع بتماع يعني نعتمد على طريقة زكري لدينا 84 ناقص 21 كم يساوي؟ كأول خطوة قلنا ماذا سنفعل؟ نقوم بتفكيك العدد الأول وتفكيك العدد الثاني جيد جدا لدينا 84 أقوم بتفكيك 84 يساوي ماذا؟ يساوي 80 زائد 4 تفكيك العدد الثاني 21 أقوم بتفكيك يساوي 84 ناقص 21 ماذا يساوي؟ أطرح المئات من المئات لدينا؟ لا أطرح العشرات من العشرات نفتح قوس هكذا أطرح العشرات 80 ناقص 20 ناقص 20 هكذا ثم ماذا سنفعل؟ نغلق القوس أضع زائد دائما أضع زائد هنا لدينا عملية طرح لكن هذه طريقة بسكرية بين الأقواس أضع هنا ناقص بعدما نغلق الأقواس أضع زائد دائما زائد أطرح الوحدات من الوحدات نفتح قوس أربعة ناقص عفوا هنا لدينا واحد عشرون زائد واحد آسفة لم أنتبه فقط أربعة ناقص واحد أربعة ناقص واحد الآن ماذا سنفعل؟ نكتب هكذا أربعة وثمانون ناقص واحد وعشرون يساوي ماذا؟ نطرح العشرات من العشرات ثمانون ناقص عشرون كم يساوي؟ ويساوي ستون إذا معرف نحسبه هكذا ماذا سأقول؟ نبدأ من هذا العدد أقول عشرون نمشي بالعشرات هنا لأن هنا لدينا العشرات فأقول عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون إذن هنا لدينا كم من عشرة؟ عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون قمنا بكتابة ستون جيد هنا زائد تبقى كما هي أربعة ناقص واحد أربعة ناقص واحد كم يساوي ويساوي ثلاثة إذن الآن لدينا أربعة وثمانون ناقص واحد وعشرون يساوي ماذا؟ يساوي ستون زائد ثلاثة ستون واحد وستون اثنان وستون ثلاثة وستون إذن هذا فيما يخص العملية الأولى لدينا العملية الثانية مئتان وسبعة زائد ثلاثمئة واثنان ماذا سنفعل الآن؟ نقوم بتفكيك العدد الأول مئتان وسبعة يساوي كم؟ يساوي مئتان العشرات سفر لأقوم بكتابتها الوحدات لدينا السبعة تفكيك العدد الثاني ثلاثمئة واثنان يساوي ماذا؟ المئات لدينا ثلاثة نكتب ثلاثمئة العشرات سفر لأقوم بكتابتها الوحدات إثنان إذن الآن قمنا بتفكيك العدد الأول تفكيك العدد الثاني نتبع طريقة زكريا في الحساب لدينا مئتان وسبعة زائد ثلاثمئة واثنى يساوي ماذا؟ نجمع المئات أولا نقوم بجمع المئات أولا مئتان زائد ماذا؟ زائد ثلاثمئة أحسنتم نغلق القوس هكذا أكتب دائما زائد إذن هنا لدينا زائد أضع زائد فيما بين القوسين نجمع العشرات لدينا العشرات؟ لا نجمع الوحدات مع بعض نفتح قوس سبعة زائد اثنان ثم لدينا مئتان وسبعة زائد ثلاثمئة واثنان أجمع المئات مع بعض مئتان زائد ثلاثمئة ويساوي مئتان ثلاثمئة أربعمئة خمسمئة أحسنتم ثم الزائد هنا تبقى كما هي الزائد أجمع الوحدات مع بعض 7 زائد 2 ويساوي 9 7 8 9 إذن 207 زائد 302 يساوي 500 زائد 9 500 زائد 9 ويساوي 509 العدد الأول في العصي العدد الثاني في الأصابع ونبدأ بالحساب إذن هذا فيما يخص العملية الثانية لدينا العملية الثالثة 640 زائد 120 640 نقوم بتفكيك العدد هنا يساوي 600 زائد 4 تفكيك العدد الثاني 120 يساوي 100 زائد 20 إذن هنا قمنا بتفكيك العدد الأول تفكيك العدد الثاني نتابع طريقة زكريا الآن لدينا هنا لدينا ماذا؟ نجمع المئات أولا نكتب أولا 640 زائد 110 نجمع المئات مع بعض 600 زائد 100 600 زائد 100 نغلق القوس ثم ماذا سنفعل؟ نضع زائد هكذا أجمع العشرات مع بعض 40 زائد 20 نفتح القوس 40 زائد 20 نغلق القوس لدينا 640 زائد 120 يساوي ماذا؟ نجمع المئات الآن 600 زائد 100 كم يساوي؟ 600 700 جيد زائد هنا تبقى كما هي أجمع العشرات مع بعض 40 زائد 20 ويساوي 6 إذن لدينا 600 وأربعون زائد 120 يساوي ماذا؟ 700 زائد 60 ويساوي 760 إذن هذا فيما يخص العملية الثالثة لدينا تعلمت هنا طريقة زكريا قال لجمع عشرات أو مئات هنا لجمع عشرات مثلا أقول 63 زائد 4 وخمسون هكذا أو مئات أو طرحها باعتماد الحساب السريح هنا طريقة زكريا نفكك العددين أولا أو هنا نفكك العددين ثم نجمع أو نطرح ذهنيا العشرات مع العشرات والمئات مع المئات إذن لدينا هنا كمثال خمسمائة وأربعون زائد مئتان وثلاثون نجمع أقوم بتفكيك العددين نجمع المئات مع بعض العشرات مع بعض ويساوي هنا سبعمائة وسبعون إذن هذا فيما يخص درس اليوم سأقوم بكتابة وحل التمرين هنا الجزء الأول والجزء الثاني إعادة كتابة الدرس كما هو بطريقة منظمة ستجدون الرابط في صندوق الوصف إذا أردتم تحميل مباشرة صورة للدرس إذن هذه كانت حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة